السلام عليكم في هاد الفيديو رح نحلو التمرين صفحة سبعين لسنة ثالثة متوسط تبعوا معي تاسك تان I read my grammar tools and write the adverb of frequency that best represents each battery two answers are given هنا نكتبو الفريقونسي adverbs اللي هما عدنا never, reary, sometimes, always, etc رحين هنا تشوفوهم في هاد التمرين يعيطوهم الفريقونسي adverbs هنا عدنا batteries اللي هما دي battery رحين نكتبو تحتهم الفريقونسي adverb اللي يخرج عليها كتكون باتري فارغة الفريقونسي adverb اللي نستعمله كتكون شوية الفريقونسي adverb اللي نستعمله كتكون شوية معمره الى غاية معمره كامل إذن عدنا number six or number one عدنا always معنتها دائما always دائما usually دائما ولكن نقصة شوية often and frequently often هنقولو عدد المرات معنتها هذك الحاجة من ديروهاش دائما بصح قادرين ديروها كما نقولو يوميا ولكن نهار واحد من ديروهاش عدنا sometimes اللي هي مرة على مرة وعدنا rarely اللي هي غالبا أوكي غالبا وعدنا never اللي هي أبدا هذك الحاجة من ديروهاش إذن number one هي always number two usually number three often or frequently عندهم نفس المعنى number four عدنا sometimes number five rarely number six اللي هي never إذن هذو يسموهم frequency adverbs the frequency adverbs هذو frequency adverbs نستعملوهم للتعبير حول عفوا عدد المرات اللي نقومو بها بأي activity ننتقلو الآن لحل التمرين الموالي رقم 11 I write to do personal answers to my partner's questions using some of the following words every Friday often, rarely, sometimes, never, twice a week, once a month, every day and always كيما كنتو فهنايا هذو ال frequency adverbs راهم هنايا رايح تطرح انت وزميلك عفوا أسئلة على معلومات خاصة بزميلك ويعطيك الإجابة والعكس صحيح كيتكمل انت الأسئلة انت وعك زميلك رايح يسألك إذن هنه نتبعوا معي هذو الحلول عدنا question هنه باش نطرحوا ال question على هذو الإجابة اللي راح نقولولي وقتش نستعملو ال frequency adverbs نستعملوهم كي نطرحوا سؤال بكم من مرة كم من مرة كم من مرة تمارس الرياضة أمارسوها يوميا مرتين في الأسبوع مرتين في اليوم إلى غير ذلك لا أمارسو أبدا هنا سبق واشرحتهم لكم frequency adverbs في دروس مراجعة سنة ثالثة متوسط تلقوه في مجموعة سنة ثالثة متوسط لهي مراجعة خاصة بكم إذن هنا how often do you go hiking? how often do you go hiking? hiking هنا هي رياضة من رياضات التزلج ولا رياضة التسلق في الثلوج إلى غير ذلك عندها هذا المعنى أنتها هذه الرياضة إذن rarely rarely معنتها غالبا I rarely go hiking I rarely go hiking معنتها غالبا ما أمارس هذه الرياضة عدنا how often do you take a bath or a shower? how often do you take a bath or a shower? كان من المرة تستحم ولا تتحمم أوكي always دائما هناك يشوفوا كيفاش نستعملوا frequency adverb I always take a shower I always take a shower I always take a shower معنتها يوميا ندي نستحم أو ندوش نتحمم عفوا نمشي نستحم إذن وعدنا every friday I take a bath every friday وكان لكل جمعة نقولوا I take a bath every friday إذن هنا نستعملوا always وإلا حبينا ندقوا ونعطوا معلومات دقيقة أكثر راح نستعملوا التعابير اللي تخص اليوم ولا تخص هذا النهار المحدد هنا every day ولا every friday ولكن هنا إذا قلنا every day رايحين نقولوا أيضا always أوكي question عدنا how often do you play video games كم من مرة تلعب ألعب الفيديو sometimes مرة على مرة I sometimes play video games معنتها مرة على مرة sometimes how often do you connect to the internet how often do you connect to the internet حال من المرة تconnectي sur internet often أوكي I often connect to the internet I often connect to the internet هناك ترجعوا للباتيريز وتشوفوا often اللي هي frequently معنتها ماشي دايما ندخل في الانترنت نقدخل الانترنت مرة في ثلاثة أيام ولا مرتين في الأسبوع معنتها ماشي دايما وماشي مرة على مرة معنتها تقريبا يوميا ولكن ماشي يوميا how often do you connect to the internet I often connect to the internet أوكي إذن هنا often اللي طرحنا بها السؤال ماشي هي اللي جاوبنا بها أوكي هنا often نستعملها في طرح الأسئلة والإجابة رح تكون مختلفة فقط هنا الإجابة كانت ب often إذن ما تتخلط لكمش إذن كان هذا هو حل تمرين عشرة وحداش ولي ما فهموش يطلب مني عبر التعليقات رح ندلكم تمرين تخص هذا الموضوع ونعطي لكم تقريبا كيفاش تستعملوا frequency adverb وش يجي قبله وش يجي بعده بالتفصيل إذن أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر